بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 لم توفي دول الحلفاء بوعدها للدول العربية في الحصول على استقلالها بعد انهيار الدولة العثمانية وبدلا من ذلك قامت الدول الاستعمارية بتوزيع أراضي هذه الدول بين الانتدابين البريطاني والفرنسي وفقا لاتفاقية سايكيس بيكو وهو ما رفضه الشعب العراقي الذي كان تحت الوصاية البريطانية أنذاك كان هذا الرفض الشعبي على شكل تظاهرات في بغداد ثم تطورت إلى ثورة مسلحة عرفت لاحقا بثورة العشرين ففي شهر ايار عام 1920 دخلت العشائر العراقية في مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال البريطانية في منطقة الرميثة في محافظة المثنى ثم امتدت إلى محافظات الفرات الأوسط في النجف وكربلاء وديالا وبقية المحافظات العراقية قدمت هذه الثورة نحو عشرة آلاف شهيد وسقط فيها قرابة خمسمائة من الجنود البريطانيين ودمرت إحدى عشرة طائرة إنجليزية وخسائر أخرى تكبدها الاحتلال البريطاني في هذه المعارك ورغم فشل ثورة العشرين عسكريا إلا أنها جعلت إدارة الاحتلال البريطاني تدرك أنذاك أهمية استخدام أساليب جديدة لفرض سيطرتها على العراق بعد هذه الثورة فبعد مؤتمر القاهرة الذي عقد عام 1921 اعتمدت الوسائل غير المباشرة في إدارة العراق من خلال تشكيل حكومة إدارة وطنية تحت الانتداب البريطاني وهو واحد من أبرز منجزات ثورة العشرين وتضحيات ثوارها ومع استحضار مجريات ثورة العشرين وثمارها وإسهاماتها في تأسيس الدولة العراقية الحديثة في ذكراها المئوية الأولى يشهد العراق اليوم ثورة شعبية كبرى ضد مشروع الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الفاسدة التي قدمت ثورة تشرين حتى الآن نحو ألف من الشهداء وآلاف الجرحة وكما كانت ثورة العشرين انطلاقة لمرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث فإن ثورة تشرين المستمرة هي انطلاقة تاريخية ومفصلية أخرى في مسار الصراع المحتدم مع الاحتلالين الأمريكي والإيراني وأدواتهما من أحزاب طائفية وميليشيات والتي تسببت بكل هذا الانهيار والانحطاط في العراق ومفصلية وأحزاب طائفية ومفصلية ومفصلية وترجمة نانسي قنقر شكرا